بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا أيها الإخوة الكارم ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح وهو في كتاب الكافي لابن قدامة وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عدداً من الفصول والأبواب في موضوع واحد والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة وردنا سؤال ما هو النكاح نقول عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ذكرنا أيها الأحباب بأن للنكاح شروط وله أركان النكاح الصحيح له شروط أربعة وأركان ثلاثة الأركان قلنا الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب من الولي والقبول من الزوج هذه الأركان وأما الشروط فهي أربعة التعيين نعين الزوج ونعين الزوجة والرضا لا بد من الرضا بحيث يكون بدون عكراه والولي بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام أي ممرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل 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 ويصح للمرأة البيعة ويصح لها الشراء ويصح لها الوقف ويصح لها الهبة ويصح لها كل التصرفات التي في حدود طاقتها واستطاعتها لكن النكاح لا بد أن يكون عن طريق الرجل وإذا ليس لها أب أو أخ أو قريب ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي والحاكم يتولى نكاحها فالحاكم ولي من لا ولي له الشرط الرابع أيها الأحباب هو الشرط الرابع هو الشهود لأجل أن نفرق بين النكاح وبين السفاح ليكون الناس على علم وعلى دراية ومعرفة بهذا العقد وما يترتب عليه من أولاد أو ما يترتب عليه من أمور أخرى وقلنا إذا دخل الزوج على زوجته فرأى فيها عيبا أو أدخلت الزوجة على زوجها فرأت عيبا كأن تراه مثلا مجموبا أو تراه عنينا فلها طلب الفصر وإذا وجدها هي فيها رتق أو قرن أو عفل أو غير ذلك من الأمور التي أوضحناها فمن حقه أن يستعيد المهر ويعيدها لأن فيها عيب لا يمكن الصبر عليه انتقلنا بعد ذلك أيها الحبة إلى الصداق وهو المهر الذي يقدمه الزوج لزوجته المهر الذي يقدمه الرجل للمرأة ليدل على رغبته في الارتباط بها وليدل على حرصه على أن تكون زوجته وأن تكون شريكة حياته وقلنا يسن أن يكون بسيطا أن لا يبالغ فيه فما كان عليه الصلاة والسلام في نكاح في مهر بناته ولا صداق زوجاته يزيد على خمسمائة درهم وأمرنا عليه الصلاة والسلام بعدم المبالغة وقال أكثر النساء بركة أقله النمؤون ويصح أن يكون المهر مبلغا يدفعه الرجل ويصح أن يكون منفعة يقدمها كأن يعلمها القرآن أو يعلمها السنة أو يعلمها بعضا من علوم اللغة العربية يجعل ذلك مهرا لها فهذا جائز ولا غبار عليه ومثل المؤلف في المنفعة إذا التزم بأن يرد الآبق إذا التزم بأن يصنع لها شيئا إذا التزم بأن يعمل لها شيئا محددا فعمله فيجوز أن يكون مهرا يقولنا بأن المهر من السنة عدم المبالغة فيه وأن يكون بسيطا ويمكن أن يكون حالا ويمكن أن يكون معجلا ويمكن أن يكون البعض حال والبعض معجل حسب ما يتفقان عليه فإذا اتفق على أنه حال فالمرأة تطالب به وإذا اتفق على أنه معجل فلا تطالب به قبل الأجل وهكذا ونقرأ ما كتبه المعلف رحمه الله في كتابه الكافي ونتساعد على حل عبارته وبيانها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا هنا قلنا يمكن أن يكون منفعة يمكن أن يكون منفعة لو قلب أصلح لكم السيارة هذه مهرا أو أصلح سيارة البنت أو أعلمها القرآن أو أعلمها السنة أو أعمل كذا وكذا وإلا أنه لا تجوز لا يجوز عن يكون مما لا يصح ثمانا فلو قال وعطيها كذا من عرب الخمر أو من لحم الخنزير أو من الأشياء التي لا يقر قلنا لا إذا قال وعطيها مبلغا من المال قلنا نعم قال أحملها إلى بلد كذا قلنا نعم قال أعلمها العلم الفلاني نقول نعم وهكذا فالشريعة أيها الأحبة تضمنت الخير وما فيه الصلاح والفلاح للزوجين ومنعت الضرر حيث لا ضرر ولا ضرار نعم فصل وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد فأولا قال كتاب كتاب الصدق والآن يقول فصل ليسهل على طالب العلم معرفة ما في هذا الفصل من المسائل وليمكنه الإلمام بها ومعرفتها دون مشقة أو عناء نعم وما لا يجوز أن يكون ثمنا بلا أجرة ولا أجرة الذي لا يجوز يكون ثمن ولا يجوز يكون عجرة ما يصح يكون صداق ومثل له رحمه الله نعم ولا يجوز أن يكون صداقا كالخمر وتعليم التوراة والإنجيل يعني يقول هنا كالخمر يبيعطيها علب كذا خمر يقول لا اللي يأخذ العلب يقام عليه أو يشرب الخمر يقام عليه حد الجلد والذي لا يصح أن يكون ثمنا لا يصح أن يكون أن يكون صداقا لو قال بعلمها التوراة نقول لا إذا كانت تعلمها القرآن معا إذا كانت تعلمها حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم إذا كانت تعلمها اللغة العربية نعم إذا كانت تعلمها مثلا لو قال بحفظها ألفية بن مالك نقول نعم لو قال علمها العروض يعني علم الخليل بن أحمد الفراهيدي نقول نعم لكني بيعلم التوراة له لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة مع عمر نهاه عن ذلك كما هو موضح في وقته نعم كالخمر وتعليم التوراة والإنجيل وتعليم الذمية القرآن الذمية لو تزوج غير مسلمة والذمي هو غير المسلم إما أن يكون يهود أو نصران من أهل الكتاب لو قلب علمها القرآن نقول لا لأنك إذا في امتهان امتهان للمرأة الذمية أن تردد الآيات وأن تقرأها وهي غير مسلمة لكن إذا رأى منها رغبة وإقبالا وحرصا على فهم الآيات ودرايتها ومعرفتها فنقول نعم لأن الإسلام أجازا للرجل المسلم أن يتزوج الذمية لأن ذلك طريق سهل لإسلامها واقتناعها بما هو عليه بينما المسلمة لا يصح أن تتزوج ذميا لأنه قد يعثر عليها ويخرجها عن الإسلام إلى طريق الغواية والضلال وتعليم الذمية القرآن والمعدوم وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع المعتبر قبضه قبل قبضه والذي لا يقدر على تسليمه مر بنا بأنه لا يجوز بيعه وذلك كطير في السماء وسمك في البحر هذا مثلا باعه طيب من شروط البيع قلنا القدرة على التسليم وين الطير قاشفه طعفين طيب من يمسكه وين الطير وين السمكة كال في البحر فمن شروط البيع القدرة على التسليم فهنا يقول المهر وإذا كان معجلا فلابد أن يكون صاحبه قادرا على تسليمه في الوقت المحدد نعم وما لا يقدر على تسليمه كالآبق والطير في الهوام الآبق من هو يا شيخ عثمان العبد القن المملوك وقت ما كان عندنا مماليك وقت ما كان يعني قبل فترة كان هناك ناس أرقاء والرقع عرفناه بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر الآن الدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقاء ولا يوجد لدينا رقون لأجل أن نقول هذا رقيق بل قالت من يدعي شخصا يثبت ذلك ويعخذ ثمنه والناس جميعا أحرار فلذلك يقول له هنا قال المهر أن يرد رقيقها الآبق هرب وقال أدري وين مكان أعرف مكانه في الطائف وانطلق إلى الطائف جاء الطائف قال وين وقاله راحل الظلم تبعه تعدى من ظلم وين وقاله راحل للموه راحل كذا راحل كذا وتعدى يتبعه لكن الآن ما عندنا أرقة فلا يصح أن يكون هذا مهر نعم لأنه عوض في عقد فأشبه عوض البيع والإجارة فأشبه عوض البيع لأني مثلا بعت عليك الكتاب تعطيني عصر يلو أعطيك الكتاب والإجارة أسكن في البيت أسكن في الفندق أسكن في مثلا المحل المعدل السكن الرباط وأدفع الرسوم مقابل دفع الرسوم أسكن إذا ما دفعت قالت وكع الله وكذلك كالبيع إذا دفعت الكتاب أخذ ثمنه نعم ولا يصح أن يكون مجهولا كعبد وثوب ولا يصح أن يكون مجهولا الثمن أو المهر لا يصح أن يكون مجهولا المجهول كأن يقول أعطيك صداقا عبد صح وقت ما كان العبيد موجودين لكن الآن ما عندنا أحد فالعبد هذا يختلفون منهم من يساوي المئات إذا لاحظنا القيمة الآن ما في قيمة ولا بيع ولا شراء لكن في السابق منهم من يساوي المئات ومنهم من لا يساوي ريالا واحدة وكما يقول ابن دريد والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنها إنما يقول والناس كالنبت فمنه رائق ومنه رائق شظ نظير عده مر الجنة ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في الله والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف يعني عبد العبيد يتفاوتون لكن إذا لو قال من عبيده لأننا نعرف أقيام العبيد اللي عنده وهذا ممكن نعم وهذا اختيار أبي بكر وقال القاضي يصح بمجهور جهالة لا تزيد على مهر المثل جهالة يعني ما هي كبيرة عبده من عبيد نعرف العبيد اللي عنده يمكن واحد بلف واحد بلف وخمسمية واحد بلف ومئتين واحد متقاربين لكن عبد فقط بعض الناس عندهم عبيد ما شاء الله الواحد منهم يسوى الآلاف وعبيد ما يسوون شيء وهكذا نعم كعبد أو فرس أو بعير أو فرس أو بعير البعارين بعد كذلك تختلف البعارين في بعير بالآلاف وفي بعير نقول بربعمائة ريال ولا ثلاثمائة ريال ولا ما يسوى شيء لأنه لحمه قد لا يكون مناسب ولا يساوي شيء كم توقع كم توقع أو للبعير واحد حدثني اليوم العصر اليوم بع صلة العصر واحد حدثني قال عنده بعير وروح البلد كذا وباعوا كم بع dónde يمكن بمليونين بالملائين يجل بمليون يقول باعوا بمليون بعير باعوا بمليون وجاء يقول جلسوا هناك ثلاثة آخر ثقافية آخر وباع البعير وجاء يا فلن بعت البعير قال بعتهم مليون وهناك أكثر وهناك أكثر نعم أو ثوب هروي أو قفيز حنطة أو ثوب هروي أي هروي فبعض الثياف تختلف هنا ثوب مئات الآلاف وين ثوب درهم ودرهمين فإذا حدد قال ثوب من نوع كذا ثوب من نوع كذا بعير من الإبل العمانية ثوب من كذا من بلد هرى أو هرى الهرات حدد البلد فهي معروفة أقيامها نعم أو قفيز حنطة أو قنطار زيت نعم لأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح مع كثرة الجهل فهذا أو لا نعم فإن زادت جهالته على جهالة جهالة مهر المثل كثوب ودابة ودابة نعم وحكم إنسان ورد ورد عبدها أولا نقول هذه لشي غير موجودة نعم صحيح وإنما نقرأها للمعرفة ما كانوا عليه ما كان عليه سلفنا قبل ثمانمائة عام وإلا هي غير موجودة ولو وجد شيء يشبه هذا الأمر فيرجع فيه إلى القاضي وحكم القاضي يرفع الخلاف ويزيل الإشكال نعم ورد عبدها أين كان وخدمتها فيما أرادت لم يصح وقال أبو الخطاب إن تزوج على عبد من عبيده صح ولها أحدهم بالبرع أنا بسأل أنا الشيخ تركي بسأل قريبا من هذه وتمروا يعني عند القاضي ويعملوا على علاجها في المسألة هذه يعني رجل تزوج امرأة وسكن الشقة عبارة عن غرفتين صغيرة ومطبخوا ما يمنفعها بعد الزواج باسبوع وعزرة أيام قالت أنا أريد خادم قال لي خادم ما يحتاج أمورنا على قد حالنا والبيت ما يحتاج خادم لأن غرفتين ومطبخوا قالت لا ضروري تعذر لي خادم وش السبب قالت خواتي كلين عندين خدم أخواتي عندهن خدم بنت عمي عندين خدم بنت خالي كل سراتنا كلهم ما في خدم لا شرح علي هذا الشيخ علي هو دائما طلبت خادم وبعدين جاء ورفع الأمر إليك فماذا تقول لها هو لما شافها يعني ملزمة وأنها لا يمكن أن تتنازل قال وش المسألة اللي تريد أن أساوي قالت أريد أريد تغسيل المواعين أبي الخادم عسان تغسل المواعين وتنظف المطبخ وتعمل وتنظف الصالة وتعيد كذا قال أنا مسعد أنا بسوي هذا كله وأنت مرتاحة فماذا نقول لهم هو تزوج أو لا لم تزوج يعني إذا هم تزوج تبي تقول لها تركها حسن أو لا وشلون هذه من أولها مشاكل من أول مشاكل لا تقول أبي خادم أبي تجيب لي خادم مثل خواتي ومثل بنات عمي ومثل أقاربي قبل أن يتزوج قبل أن يعقد قبل أن يتزوج ما بينهم قضايا هو أجنبي وهي أجنبية لكن تزوجوا إذا لم يكن هناك في شرط نعم إذا لم يكن هناك في شرط في العقد إذن لا العرب تقول خواتي عندهم كل الخادم أنا مثلي يخدم وعندنا يعني مثلا ضوابط للموسيرة تحت الموسر نعم والموسيرة تحت غني والغني عنده موسيرة والمتوسط عنده متوسطة كل واحد له طبقة هذه هي موسيرة وتقول أهلي كلهم عندهم خادم وأريد أن تحضرني قال طيب أنا حلل للشكال أنا لو صليت الفجر أبقى أشتغل لما لا يصدق لما وقت الدواب لوقت الدواب أتوقع وش نقول له يأتي للقاضي يا شي نعم يأتي للقاضي ويحكم القاضي فيها أنت القاضي لا نحن جايين طيب أنت القاضي والله مشكلة هذه طبعا خليه بعدين طيب يلا يقول الشيخ خليه بعدين هذه الشيخ علي سألناه عنه مرة وحنا في الصحن في الصحن قبل يمكن قبل خمسة عشر سنة يمكن وأجاب الشيخ علي وسألناه حنا هنا بعد قبل أربع سنين أو ثلاث سنين وأجاب لأن مسألة تعتبر من أهم المسائل ومن أكثرها في المحاكم طيب إذا لم يستطع يا شيخ إي إذا لم يستطع إي فعلي يعني يعني تفسخ نكاحها هي يسرحها تفسخ تفسخ نكاحها أو يسرحها ما يستطع إذا لم يستطع يعني مثلا إي إذا لم يستطع يعني مثلا يعني إي خادمة لا قال أنا باشتغل أنا باشتغل أنت كوني نايمة مرتاحة الرجل صعب أن يكون خادما للمرأة أقول للرجل صعباً يكون خادماً للمرأة فيها إهانة ما فهمت كلامك جيد أقول فيها إهانة للرجل إذا مثلاً خدم المرأة إذاً ليس له قوامة فكيف يكون مثلاً خادماً لها والقاضي يحكم بما به براءة الزمة يحكم بما به ويعطاه كل ذي حق حقه قالت أنا أختي عندها خادم وبنة عمي عندها خادم وبنة خالي عندهم أنا طيب ما لي ذنب مثلهم بالضبط إذا لم يعني مثلاً يتفق إذن يسرحها يسرحها يعني مثلاً ماذا يصنع لا نبي قبل التسريح لنحكم عليها أو عليها وقال القاضي يصح في مجهور جهالة لا تزيد على مهر مثل كعبد أو فرس أو بعير أو أو ثوب هروي أو قبيز حنطة أو قنطار زيت لأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح مع كثرة الجهل فهذا أولى أحسن نعم فإذا زادت جهالته على جهالة مهر مثل كثوب ودابة وحكم إنسان نعم ورد عبدها أين كان أين كان يعني قال إذا وجدته بالطايف أرده إذا وجدته بالموية أرده إذا وجدته مثلاً بالظلم أرده أبتاب على الطريق وشو أليما كان ألقاه بأمسكه نعم وخدمتها فيما أرادت فيما أرادت أي شيء نعم هذه لم يصح لم يصح نعم وقال أبو الخطاب إن تزوجها على عبد من عبيده صح يعطيها عبد يعطيها عبد من عبيده ما قال زيد ولا عمر هنا ولا صالح ولا بكر عبد من عبيده والعبيد اللي عنده أربعة ولا خمسة واحد منهم ولها أحد بالقرعة نص عليه أحمد وعلى هذا يخرج إذا أصدقها قميصاً من قمصانه أو عمامة من عمائمه أو دابة من دوابه لأن الجهالة قليلة عبد من عبيده ما عنده لخمسة وهم تقريباً متوسعوين عمامة من عمائمه ثوب من ثيابه إلى كل متقاربة فالجهالة قليلة في هذا الأمر نعم ولا تصحوا على عبد مطلق لأن الجهالة تكثر ولنا أنه عبض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولاً كثمن المبيع وتأول أبو بكر نص أحمد على أنه عين عين عبداً فأشكل عليه فإن أصدقها ما لا يجوز أن يكون صداقاً لم يبطلوا النكاح النكاح على ما هو عليه لكن يعدل وتعطى بدله شيئاً يمكن أن يكون مهراً نعم إذا تزوج على مار بعينه ونقل المروزي عن أحمد إذا تزوج على مار بعينه غير طيب أنه كره وأعجبه استقبار النكاح وهذا يدل على أن النكاح لا يصح أختاره أبو بكر لأنه عقد معاوضة ففسد بفساد العوض كالبيعي والأول أولى أحسنت نعم لأن فساده ليس بأكثر من عدمه وعدمه لا يفسد العقد ويجب لها مهر المثل لأنها النزاع نهر المثل بدلاً هذا فيه يعني فيه مقال فيه مشكوكم فيه غير متفقين عليه نقل مهر المثل ومهر المثل إيشيغ تركي يعني مثل خواته مثل بنات عمه مثل بنات خاله القريبين ما نقول مثلاً هي من عمه الناس تقدم بنات علية القوم ولا من علية القوم تقول من عدن الناس وإنما مهر المثل مثيلاتها نعم لأنها لم ترضى إلا ببدله ولم يسلم البدل وتعذر العوض فوجب رد بدله كما لو باعه سلعة بخمر فترفت عند المشتري وعلى قول القاضي إذا أصدقها مجهولاً وجب لها الوسط ووسط العبد السندي فيجب ذلك لها وإن جاءها بقيمته لازم قبوله قياساً على على الإبل في الدية في الدية يعني يجيب الدية أو يجيب عبل نعم فصل فإن أصدقها عبداً فخرج حر المسألة هذه قاله بعطيس العبد فلان بعطيس العبد واسمه سعيد وبعطيس قالت ما يخالف بعدين تبين إن سعيد هذا حر نعطيه إياه ونقول له هذا حر معنىه لازم يبدل له هذا بمثله نعم فإن أصدقها عبداً فخرج حراً أو مستحقاً أو مستحقاً يعني لشخص آخر ليس له وصاحبه يقول أعطي أعطي المهر من عبيدك وليس من عبيدي نعم فلها قيمته فلها قيمته لأن العقد وقع على التسمية لأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكاً وقد تعذر تسليمه فكانت لها قيمته كما لو وجدته معيباً فردته هناك لها قيمته وعندنا مر علينا مسألة نقول هذه الحارصة والدامية والدامعة وكذا إلى الموضحة أما وما لقبل الموضحة نقول فيها حكومة وش معنى حكومة يعني نقوم المجني عليه كأنه عبد ثم نقومه وقد زالت هذه العاهة به أو زال هذا كم الفرق بينين وهذا هو الحكومة وهنا مثلاً أصدقها عبداً فبان حراً نقول لو كان هذا عبد كم يساوي وهو حر قاله يساوي على الفريال نقول طيب ادفع على هالفريال نعم كما لو وجدته معيب فردته وإن أصدقها مثلياً فخرج مستحقاً فلها مثله لأنه أقرب إليه ولذلك ولذلك يضمن به في الإتلاف يضمن أن لها قيمته لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال ويحتمل أن يلزمه مثل العصير المسمى لأنه مثلي فوجب إبداله بمثله كما لو أتلف كما لو أتلفه كما لو أتلفه ويفارق هذا ما إذا قال أصدقتك هذا العصير هذا أشار إليه هذا نعم كما لو قال أصدقتك هذا الخمر أو هذا الحر أو هذا الحر لأنها رضيت به لأنها رضيت بما لا فيه قيمة له فأشبهت المفوضة ولم ترضى هاهنا بذلك نعم وإن قال أصدقتك هذا الخمر أشار إلى الخل أو هذا الحر وأشار إلى عبده صح ولها المشار إليه لأنه محل يصح العقد عليه فلم يختلف حكمه باختلاف تسميته أحسنك نعم كما لو قال أصدقتك هذا الأبيض وأشار إلى الأسود نعم وإن تزوجها على شيء فخرج معيبا فهي مخيرة بين أخذ أرشه وبين رده وأخذ قيمته أو مثله إن كان مثلية لما ذكرنا في أول الفصر لعلنا نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد أما في يوم غد فقراءتنا كما هو متبع في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نستلهم منها الرشد ونأخذ منها الصواب والآن نقرأ ما لدينا من أسئلة ونتناقش فيها يقول أحد الأحبة يقول تزوجت فتاة وبعد الزواج أنجبت طفلة أو طفل وحصل خلاف وطلبت الطلاق فهل يعوض الزوج حيث معاملة الزوجة له قاسية نقول إذا ثبت نشوزها وعدم طاعتها له بالمعروف وعدم استجابتها لما يطلب منها فهو يعوض ويكون خلعا يعني تشتري نفسها منه بمبلغ يتفقان عليه لدى القاضي وأما إذا كان يظلمها ويتطاول عليها ويقسو في معاملتها وتريد أن تتخلص من هذا الظلم فالقاضي ينصفها ولو فرق بينهما فيكون بدون مقابل إذا كان هناك خطأ من الزوج يتحمله أو خطأ من الزوجة فيتتحمله وهكذا يقول أخ كريم أنا اعتمرت ونسيت شوط وأكملت العمرة وتحللت فما الحكم إذا أكملتها بأن طفت سبعة أسوات وسعيد سبعة أسوات كملت وإذا كان سعيد ستة أو طفت ستة فالعمرة ما كملت لا بد من إكمالها الطواف لا بد أن يكون سبعة أسوات والسعي لا بد أن يكون سبعة أسوات أيضا ثم تحليق أو تقصر وتنتهي العمرة يقول أخ كريم شخص عنده أربع زوجات طلق واحدة وما زالت في العدة فهل له أن يخطب رابعة على أن يتم العقد بعد انتهاء عدة الزوجة التي طلقها أم يحرم نقول إذا كان مجرد كلام أو أنا راغب في فلانة أو فلانة لا تفوتني أو كذا أو كذا لكن إجراء عقد فلا لا يمكن أن يعقد على مرأة حتى تنتهي المرأة الخامسة حتى تنتهي عدة الرابعة التي طلقها مثل السؤال الأول يقول أنا اعتمرت وأنا في الطواف نسيت شوط وأكملت العمرة ثم تحللت إذا نسيت شوط لابد أن تأتي به وأنت لم تتحلل حتى الآن لأنك لم تكمل العمرة وإذا كان شاك هي ستة أو إلا سبعة فهي سبعة إن شاء الله والشك بعد الفعل لا ينظر إليه يقول بعض الأخوات هداهن الله يذهبن إلى الحجر الأسود لتقبيله مع هذا الزحام نقول هذه الأخوات يريدنا الخير ويطوبنا الأجر وهن بنتي وبنتك وأختي وأختك وزوجتي وزوجتك لو كل منا نصح ابنته أو نصح زوجته أو نصح أخته ما حصل هذا فيجب أن نتعاون أيها الأخباب لأن كلنا نريد الخير أما الجهات المعنية فهي ما قصرت في وجود المراقبين والمرشدين والمنبهين لكن يحتاج إلى تعاون منا جميعا فالمرأة تريد الخير فإذا نزعت الخمارة عن وجهها أمام الرجال فكيف يكون ذلك وهكذا يقول أنه عندنا في بلدنا يكثر أن يقول حنث أو حنث وقوله طلاك عند إكرام الضيف علشان يبعزمه ويذبح لذبيحة أو الشراء أو البيع بدل الحلف نقول هذا لا يجوز فإذا فعله الإنسان قد تطلق امرأته وإنما يبعد هذا الأمر ولا يتعرض له لأنه حتى لو قاله مازحا فهو يقع وإنما يمكن أن تلزم على صاحبك بالغداء بالعشاء وإذا أصر على الذهاب دعه وترك له عمره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم